أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية أن النسبة النجاح في امتحانية الكيمياء والجغرافية تجاوزت 92% حيث لا تزال إجراءات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة مستمرة وأضحت الوزارة أن الموعد النهائي لإعلان نتيجة انتحانات الثانوية العامة لم يتحدد بعد وأشارت إلى أنه سيتم تحديد موعد اعتماد النتيجة بمجرد الانتهاء من كافة إجراءات الرصد والمراجعة وتطبيق قواعد درجات الرأفة